كما تلقى الرئيس عبد الفتاح أسيسي اتصال هاتفيا من جاستين ترودو رئيسي وزراء كندا تنوى الاتصال الأوضاع الرهنة في المنطقة ومستجدات التصعيد العسكري الدائر في قطاع غزة والجهود التي تقوم بها مصر سواء على المصاري السياسي لاحتوى الأزمة ومنع توسعها ونازع فاتين العنف أو على المصاري الإنساني لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة في ضوء تدهل الأوضاع الإنسانية بالقطاع